طيب كابتن صلاح يعني خلياني اتكلم في الباكرايت لان انا مصر لان ده حاجة مهمة جدا الاول هل النادي الاهلي محتاج حمد النقاس؟ لا انا بص 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 ممكن تكلمني على الزمالك اقولك محتاج ايه ومش محتاج يا الاهلي انا معرفش لان الفترة الاخيرة ما انا بقولك الرؤية هاي الفترة الاخيرة الفترة الاخيرة اللي عند اللي بين الناديين حتى ممكن يجيب لا ايه ما يلعبش بس ده عشان عايزه وده عشان عايزه لكن انا وجهة نظري اللي عامله حمد النقاس في الزمالك ممكن اعمله في القالة او في ايه حتة تاني اهه حين يلعب شوية الفترة اخر ايا كان بقى امشي اهرب اصيف فرقتي وده غلط لكن مش ممكن هنقول اخد منك حد عشان انا محتاج ولا مش محتاج مفيش ازمة في الباكرايت وبقولك تاني ليه؟ الزمالك عنده حازم وعنده احمد عيد ده لسه مستقبل ما شاء الله قدامه كبير وعنده اثنين او ثلاثة ممكن لعبه باكرايت لو حازم حصل له حاجة انقالي نفس الشيء بدليل ان احمد ما كانش بلعب اساسي ولا هاني كانوا بيتبادله مع بعض وهاني من اللعيبة كوية جدا اللي في مصر ويصغير ممكن النادي الاهلي يكون عنده لعب ناشئ تاني يعني طالع مع فتحي محمد هاني يقدر يسد فراغ احمد فتحي طب هقولك على حاجة اه يسد احمد فتحي عطل هاني في المنتخة احمد فتحي عطل هاني في المنتخة ازاي؟ شوف لفترك بلعب كاس قوي ده هاني بس وجود فتحي بيبقى عامل تأثير او ضغط على المدرب ولذلك شوفناه ايه؟ مره هاف مره باك صح؟ مره هاف مره باك يعني فيش استقرار في المركز ده لان هاني ضغط على فتحي وممكن يكون فتح ضغط على المدرب ودي لازد تتحل لازم في واحد اساسي وواحد بديل لكن هاني لو لعب على طول انا بقول لك هيبقى في منتخب مصر من لعبه مش عشان هو في الاهلي بس يلعب كتير مش عارف حاس من كلام حرتك ان انت متحامل شوية على احمد فتحي لا انا والله معرفه عشان مرضاش يجي الزمالك السنة اللي وقتا ما كان الزمالك بيفوض عبدالله السعيد و احمد فتحي زمالك فوض احمد فتحي انا معرفش الله لا لا انا بتكلمش كده على فتحي ان انا ضده انا بتكلم الموقف زي ما تيجي تكلمني مثلا على الحمد ان الجاس هقولك ده موقف صح؟ لكن انا مش ضده لكن انا بقولك اي لعب اهلي والزمالك طلع بره بيخسر كتير يمكن بستثناء عبدالله السعيد لان عرف يتاقلم على الجو بعد ما عدم نجاحه في السعودية يتاقلم في الحتة دي ومش كواس او في الفرقة دي شكرا